بسم الله الرحمن الرحيم متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في بودكاست بين سبورتس معكم أيمن جادة يسرني أن أرحب اليوم بالنجمين يوسف شيب ونجم الكرة المغربية ورفيق حليش نجم الكرة الجزائرية كل عام وأنتم بخير مرحبا بكم اليوم سنتحدث عن ثمن الاحتراف الثمن الذي يدفعه اللاعب للاحتراف كابتن يوسف الناس تنظر الاحتراف أحيانا على أنه يساوي المال أنه والله أنا محترف راح تحترف في ربما معانته أخذت أموال كثيرة أو جئت للغليج احترفت معانته وحصلت على المال لكن المال هو جزء وفي كل عمل في العالم تقوم به يجب انتقادا مقابل وأجر لكن هناك أشياء أخرى وراء ذلك هناك أشياء أبعد من ذلك هناك أشياء لا يعرفها الناس هناك ثمن يدفع الغربة أحيانا أنا لا أتحدث عن الغربة في بلاد عربية لأنك عندما تأتي لبلاد عربي أنت على الأقل في بيئة مشابهة حاضنة عربية إسلامية عاداتك في رمضان في الأوقات هذه يوم الجمعة نفس الشيء مع اختلافات طفيفة لكن أنا نتحدث الذهاب إلى أوروبا هناك تكون عملية اغتراب حقيقي كلاكما لعب في البرتغال لعب في إنجلترا مع عديد من الأندية مع بورتو مع كوفينتري سيتي مع هذه الأندية مع بنفكة إلى آخر ذلك أكيد أنكما عشتوا مع هذه التجربة عشتوا مع هذه الغربة بمعنى الكلمة كلمني عنها يوسف كيف تشعر بالغربة كلاعب في بيئة في مجتمع غريب عنك وأنت مطالب أن تثبت نفسك كلاعب أنت هنا في عمل إبداعي أنت لست هنا في عمل مكتبي تعودت عليه مهندس طبيب أخذ ذلك لكن أنت لاعب أن تبدع في الملعب يجب أن تكون مرتاح نفسيا وتبدع لكنك أنت تتعرض لضغوط تتعرض لبيئة غريبة تتعرض لعادات غريبة حولك تعرض ربما لبعض العنصرية من بعض الفئات في المجتمع أمام كل ذلك عليك أن تبدع وتقدم صحيح أبو خالد أظن أول احتراف يعني شخصا في أوروبا صعب تكلمت على احتراف في البودرة العربية يكون أسهل يعني العادات هي هي تقريبا لكن في أوروبا عندما تحترف في أوروبا على الخصوص أول شيء أن تكون في بيئة مختلفة عن بيئتك اللغة ليست نفس اللغة خصوصا عندما مثلا تحترف في دولة أنت لا تجد لغتها أصلا برطغال مثلا برطغالي برطغال لسكن اللغة برطغالية أول شيء تعاني من أجل فهم اللاعبين فهم المدرب أنت مطالب أنك تدرس وتتعلم لأن هذا يساعد اللاعب أكثر الثاني شيء العادات كما قلنا العادات مختلفة كذلك العادات الدينية والعادات الاجتماعية يعني الخروج أنت كنت بيئة تعيش مع أهلك ومع عائلتك بعد ذلك تدرس أصدقائك لكن بعد ذلك أنت تصبح وحيد تصبح وحيد صغير في السن تريد الاندماج بسرعة لأن دائما تعرف الاحتراف يجب أن تندمج بسرعة مع الأجواء التي أنت فيها وتشتغل فيها حتى تتمكن من كسب طيقة الجمهور كسب طيقة المدرب وبالتالي كسب أساسيتك في الفريق كل هذه الأشياء صحيح أن هناك الجانب المادي مهم لللاعب لكن أشياء أخرى لا يعرف الإنسان كمثلا في الإجازات في أشياء كثيرة كنت أنت متعود مثلا تجلس مع أهلك ومع الأصدقاء لكن الآن أنت تضحي بهذه الأشياء كلها من أجل كما قلت هذه الوظيفة لدائما الاحتراف أشياء كثيرة يعني عشناها سنتحدث عنها بتفصيل سنتحدث عن تفصيل واحدة واحدة لكن ما زلنا أنتكلم في العموميات ما رأيك أنت كبترا فيها أنا أمن أول شيء رح أتكلم عنه لأنه أولا خروج من البلد اللي أنت طلعت منه كمثال الجزائر يعني اللاعب لما يمشي الاحتراف يكون نجم في بلده وفي فريقه وينصدم أنه يمشي من نجومية إلى نادي جديد يصبح ناكرة هنا نعم إلى بلد جديد ناكرة لازم تعيد إثبات نفسك من جديد يعني هذه أولا انصدام الأول يعني مع ناديك مع احترافك مع شغرك وثاني شيء أنك تنصد بم الحقيقة أنك خليت وراك العائلة الأصدقاء الروتين الجو الحميم الدافئ هذا تفقده كله اللي يساعدوك الأصدقاء اللي يساعدوك الأهل اللي يقفون ويساندوك ساندك خليتوا خلفك ومشيت مشيت الاحتراف كما قال يوسف تكون وحيد تقعد لوحدك خاصة أنه الأغلب اللي يمشون الاحتراف في بلدان نحنا شمال إفريقيا يطلعون أنه يروحون شباب صغار أنا كمثال عشرين سنة يعني لما احترفت دوي صغير شاب مشيت بلد بالنسبة لي ما أعرف علوه ولا شيء للغة ولا عادات ونرحت لسبونا يمكن لسبونا نعم على بنفيكا يعني احتراف أنا مشيت من بطولة كانت الحين لم تصبح احترافية كانت كانت أماتر هاوية دول شزائر هاوي نعم ومشيت إلى بطولة محترفة بطولة محترفة يعني هذه كله على غرار ذلك العادات التقاليد الدين المغاير لازم تتعايش مع الأمور يعني الانصدام اللي يصير أنه يجون الاثنين على في نفس الزمن وفي نفس التوقيت يعني الاحتراف والشغلك والمعاير إذن هناك صدمة ثقافية تتعلق بطبيعة البلد والمجتمع والعدات والتقاليد والدين وكل هذه الأمور وهناك الصدمة الرياضية الفنية أنك أنت تكون نجم في بلدك لا أحد يعرفك يجب أن تثبت نفسك من جديد هذه ربما أبرز للمحاول طيب كيف نعالج ذلك كيف نتعامل مع ذلك أول شيء وكما قلت أنت أنك يجب أن تدرس اللغة أيضا يعني لازم في عندك مثل ما يقول الهومورك أو الوظيفة المنزلية يعني تخلي استمرين ما تكون خلصت شغل لا ترجع لبيت تشتغل كمان تدرس اللغة وحاول يعني تعلم في كتب في معاهد في إلى ذلك طيب أنت كيف تحاول في البداية أنك تتغلب أو ما هي الوصفة الصحية هل تتغلب على هذه الغربة هل تبحث عن صديق من بلدك هل تبحث في الفريق عن صديق قريب من ثقافتك إن لم يكن من بلدك على الأقل من منطقة عربية من أفريقيا من بلد يعني على الأقل قريب لعقلك أو لعاداتك هو وقد يعتمد على المكان اللي تحترف فيه إحنا مثلا شمال أفريقيا هل في بلد أكثر من بلد إحنا شمال أفريقيا كنا تقريبا عندنا تقريبا يعني متأثرين أكثر بالتقافة الفرنسية صحيح من ناخية اللغة حتى في بلجيكا وهولندا في جالية كبيرة أكيد في جالية كثير بالتالي الاندماج يكون يكون سريع ما يكونش لا يأخذ ذلك الوقت لكن في بلدان كإنجلترا مثلا كالبرتغال كإسبانيا هل تأخذ وقت لأن أول شي أنت مطالب بفهم الجميع اللي حولك فهم اللاعبين فهم المدرب فهم العدارة أنت مطالب بالاجتهاد أكثر إحنا كنا دائما في بلدان في بلدان كان دائما بعد التمارين العصر كان أستاذ يأتي يدرس يدرس لغات يتعرض للكلمات هذه الفنية يعني بعض الأحيان عندما يكلمك المدرب وأنت أول مرة تذهب ما تفهم؟ ما تفهم؟ الأوف سايت مثلا عندهم لغة تانية لازم تكون قريب هذه الأشياء كلها لازم تتعلمها بسرعة أنت مطالب لأن هذا يخدم بصلحتك أنت المدرب لا عنده وقت المدرب يقول أنت علمك اللغة ولا يعلمك لا خلاص المفروض أنت تكون جاهز محترف وفي شيء تاني نحن كلاعبين كنا هويين يعني حتى العقلي هوات تكويننا لم يكن نفس تكوينهم مثلا في أوروبا تكوين في أوروبا غير على التكوين يعني بدنيا فنيا تاكتيكيا دهنيا كل هذه الأشياء لا نحن تكوننا بساطة بساطة جدا فقط بالكورة وبالفنيات التي كانت عندنا لكن هناك شيء آخر فأنت مطالب أنك تجاري هذه الأشياء كلها مطالب كذلك بطل حيان صحيح يمكن في بعض البلدان تجربتي مثلا أنا كان واحد صديق للحسن الحظ لسوء حظي أنه لم يكن ولا لعب عربي أو في 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 ولا واحد كان يتكلم مثلا عربي أو فرنسي لكل برتغالي والبرتغاليين مثلا لا يتكلمون إلا برتغالية حتى الإجريزية ما يتكلمون المدربين ما يتكلم لكش الفرنس الكريم يجب أن تسمارسها وتختلت المجتمع أكثر وتعلم اللغة يعني يخفف عنك معاناة كثيرة والشيء ثاني يعني كان فيها فيها المحترفين العرب خاصة العرب نحن نعاني لكن العرب مواليد أوروبا لا ما يعانوش صح لا من دمشي في المجتمع صحيح لا حتى مثلا نقول مثلا هذا المواليد أوروبا مواليد فرنسا نتال عندما يدامون إلى إنكيلترا أو إسبانيا يجدون سهل الاندماج طبعا لأنه متكون هو يتنسرف كأوروب يكترون أنه عربي هو الأصل عربي لكن العقلية أوروبية أوروبية صحيح يعني أنت عندما تكلم عن لعبة مثل رياض محرز أو كلم بنزيمة أو كلم زياش أو هؤلاء اللعبين لأنه نتكونوا في أوروبا ونشأوا في أوروبا فبالتالي هو أصل عربي ومسلم لكن متكون بطريقة أوروبية طيب رفيق أنت في هذه البداية الصعبة وفي هذا السن الصغير هل كانت تمر في بالك خواطر أني أنا إيش اللي جابني هنا أنا أريد أن أرجع بلدي أني أنا خلاص يعني البدأ اليأس تسرب إلى النفس أول أيام تراوضك هذه الفكرة هذه وهذه الفكرة كيف تغلب عليها؟ لكن طموح طموح الحلم لأنه إحنا كلعبين خاصة العرب اللي طالعين بطولات هوات الحلمنا الأول كان دايماً هو الاحتراق يعني وانت من من القلائل اللي لا حال فكرة الحد أنك احترف حصت على العقد حصت على العقد وأي نادي وأي بطولة في أي بلد يعني أنت لما وصلت لحين ترجع للخلف يعني لما لامست حلمك يعني خلاص هنا لا تضيعه استسلم أكيد ما راح تضيعه هنا تتابر عليك على الصبر الصبر تعاني تعاني في صمت تتابر وتجتهد أكتر تبحث عن صديق يوانسا تبحث عن صديق ونفس ما قال يوسف اللغة أهم شيء 50% من الاندماج هي اللغة لكي تندمي لازم في سنة أولى تحصل عليها اللغة أكيد لأنه خاصة المفاتيح الكلمات في اللعب اللي تتكلم عليها لأنه التاكتيك تعتبر من التاكتيك التاكتيك هي كلها كلام وكومنيكيشن ومنها كومنيكيشن باللغة نعم التواصل التواصل رح تكون باللغة واللغة أكيد رح تكون لغة البلد نعم وهذه رح تهد كثير في اندماجك مع الفريق مع إدارتك حتى مع بعدين مع الجيرانك مع حيك يعني هذه معايشة مهمة جدا وصراحة الدراسة أكيد يجيب لك مدرب معلم ويدرس وكذا لكن دائما وأغلب اللي يتكلمهم وتسألهم يقول لك والله بالمعايشة اللي أتقنت اللغة نعم يمكن درس درسين طيب يوسف ماذا عن استقبال اللاعبين الآخرين الفريق اللي تروح عليه إلى أي مدى يساعد أو لا يساعد بمعنى يعني نحن نعرف أن أوروبا مشكلة مثل بعضها يقال في دول أو في شعوب أكثر لطفا أكثر استقبالا أو تقبلا للغريب بين خوسين وبعض الشعوب ربما أكثر خلينا نقول بصراحة عنصرية أو عدم تقبلا للغريب فهذا إلى أي مدى يساعد أو لا يساعد هذا كيف تجده في الفريق كيف تحاول أن تدخل وتندمج معهم تقدم نفسك لهم يجب تكون داكي أول شي تكون داكي جدا لأنه أكيد تحاول تكسب الفريق تكسب الفريق تكسب اللاعبين تكسب حتى المدرب تكسب الإدارة تكسب الجمهور أهم شيء كيف كيف لأنك يجب أن تدمج بسرعة يجب أن تكون هناك أكيد لعبين أغلب اللاعبين يكون مرحبين بك لكن بعد اللاعبين يأخذ موقف أو يغار يغار بعض الشيء خوصا لللاعبين اللاعبين مثلا في مركزك أنت عارفين أنك هذا جاي نفسنا هذا جاي نعم أكيد حتى ما يبين لك وممكن من تحت لتحت يعني هذا لا تعطوا باص هذا كذا أبو خالد ملاحظنا هذا شيء أكثر في بدايتنا أي أصعب شيء في الاحتراف هي السنة الأولى لكن عندما تنجح وتبدأ في التأقلم خوصا في الأول سنة تثبت نفسك تعمل اسم حتى عندما تنتقم من فارق إلى فارق آخر تكون سهل حتى ولو دولة أخرى تندمج بسرعة وتنجح بسرعة لأن أريد أنت فهمت الدرس وقفت على السكة الصحيح وفهمت الدرس وعرفت كيف تتعامل لأن بعض الأحيان كما قلت المدربين بعض الأحيان كان بعض المدربين خوصا نحن في شمال أفريقيا مثلا وفي العهد اللي كنا مثلا نحترفنا فيه كان صعب أن لعب عربي يحترف بسرعة مش بنفس بس الحالة وبنفس الكترة الأمثلة كانت قليلة يعني مثلا في أوروبا كان أبرز اسم رابح ماجر قبله مصطفى دحلب يعني كل عشر سنين حتى تشوف اسم لاعب أجنبي برس أو بعدين ميدو جاء أو كذا لكن الآن كثروا ما شاء الله ولو لاحظت في ذاك الوقت الصعب تحصل لاعب مثلا بدأ احترافه مسيرته احترافية لقى بعد سنة رجع لا راجع بلد لأن هذا كان عندنا عيب إحنا عيب عند الناس اللي عيبين لبلدك يقول شوف هذا راح تترف فشل إذن ما نجحش فشل فأنت أنت لازم تصبر وتكابر وتكافح حتى تنجح وتكمل مسيرتك وتفرض نفسك طيب هذا الكلام إلى أي مدى ينعكس على أدائك مع المنتخب على قيمتك مع المنتخب على استعائك للمنتخب الوطني في بلدك أصلا أصلا نحن خاصة منتشاب الاحتراف مربوط مع المنتخب يعني أول ما يسمع بيك المدرب أو الطاقم الفني أنك احترفت يعني أنت يعني حسابك نسبة تسعين بالمئة أنت موجود مع المنتخب لكن مثلا أنتوا ما شاء الله في الجزائر أو المغرب عندكم يمكن يمكن بيدون مبالغة مئات اللاعبين المعترفين في أوروبا مش كلهم حيروحوا منتخب لكن دائما تقعد عندك الميزة هذه كأنك اسمك مطروح اسمك مطروح وأنت صنع البطولة الجزائرية أو صنع البطولة المحلية وهذه دائما تعطي ميزة أكتر لأنه دائما الصراع موجود أنه في المنتخبات في اللعبين اللي اللي خرجين المدرسة الفرنسية أو البلجيكية مزاويدين جنسية التحقب بالمنتخبات لكن دائما والاتكال الأول دائما على اللاعبين اللي طالعين من البطولة المحلية أو من صنع محلي لأنه هذا هو الأساس أصلا لأنه يمكن من اللعبين المميزين كلهم يمشون المنتخبات الأوروبية وقعد منتخبك يعني فاضي أو فارغ يعني لازم لازم الأساس يكون من والإنتاج دائما محلي والنسبة اللي تضيفها تضيفها من اللاعبين المميزين للمزاوجين جنسية وتجيبهم لكن بالنسبة لنا وإحنا شباب أنك تحترف مربوطة بالمنتخب تحترف أنك 90% أنت موجود مع المنتخب وهذا هو الأساس لهذا أيضا يعطيك دافع معناوي يقوي وضعك يقوي وضعك مع المنتخب وحتى ذهنيتك أنت تخليك تطابر تخليك تصبر تخليك تجتهد أكتر خاصة أنك تحصل نفسك احترفت في نفس الوقت يمكن شهر شهرين أو أول استدعاك جاك من المنتخب حتى هم يمكن تحفيز لك في نفس الوقت أنت لازم تثبت فيها ورغتلاف أبو خالد اللي كان قبل قبل 20 سنة مثلا كان لما تشوف المنتخب أغلب لعبيه من البطولة المحلية تحصل لعبين وثلاث لعبين لأنه لم تكن هناك وفرة لعبين محترفين عرب محترفين على غيرها الآن الآن لا الآن أشنو أصبح الغالبية محتفية أشي يعمل المدرب منتخب أول شي أقول لك أنا أول شي خلينا نشوف لعبين لي مارسوف بطولات قوية مثلا وعندهم مستوى وكبير يروح يشوف اللاعبين مثلا الآن كمسال الموزق الموليد وهذا اللاعبين العرب لي مارسون ويشوفهم بعد يعتمد على اللاعبين محليين الآن عندما تشوف أي منتخب للجزائر ولا المغرب مثلا أغلب اللاعبين 90% و95% لعبين موارد أوروبا ويحسرفوا في أوروبا وتلقى لعبين أو 3 لعبين فقط من البطولة وطنية هذا أول شي أول شي لأن المستوى عالى صحيح المستوى عالى والتكوين ضعيف عند ناحية مدانة العربية ليس على أعلى مستوى وهذا هو الفرق بس هل الحافز الموجود عند هؤلاء أنا لا وشكك طبعا موطنية أحد لا أحد يستطيع أن نزاود على أحد في وطنية لكن هل الحافز عند هؤلاء بنفس القوة لأنه أصلا يقال أن الكثيرين يريدون أن يذهبوا إلى المنتخب لأن المنتخب قد يكون بوابه الاحتراف أن العالم يشوفني بكأس العالم يشوفني بالغور القارية فيأخذني محترف في أوروبا لكن أنا وصلت محترف في أوروبا صرت خاف على نفسي صرت خاف من الإصابة صرت خاف أني إذا روح كأس إفريقيا وتعرف ملاعب كيف شكله في إفريقيا مع كل الاحترام يعني ممكن أن تعرض لإصابة أرجع نادية يركنوني على الخط وإجلس أشهر مصاب وأفقد وضعي فبالتالي أيضا الحافز يتغير أكيد لأن الحافز دائما كما قلت أتفق معك في الكلام لأنه دائما اللاعب أنا لاحظناه عشناه هذه الأشياء اللخصة المواليد أوروبا مثلا كانوا لا يؤدون بشكل نفس الشيء لأن اللاعبين أول شيء اللاعب المحلي المغربي عندما يعود المغرب من المتخب يعني يخاف من الانتقادات ويخاف من المحيط الموجود أوروبا لا خلاص أوروبا تعال إلا الآفز سوشيال ميديا أوروبا يلعب مباراة خلاص وبعدين بعد المباراة ولا شيء خسر نهزم فهز خلاص ما يتكلم ولا ما يفكر في المباراة ولا لا يفكر في المباراة الجاية أقولك عملت لعلي سويت لي خلاص لكن نحن في العقلية اللي عندنا في العرب مغربية ولا في العرب يظلوا ينتخدوك لاتنش الموراة القادمة المنتخب تلقى مشكلة مع أبناء حيك ما تقدر تطلع في البيت جيرانك أنا شوف أبو خالد شوف المنفعة متبادلة يعني المنتخب أكيد ينتفع من اللاعبين اللي يحترفون خارج البلد ونفس الشي اللاعب المحترف حتى ولو يحترف دايما يبقى يبتظر المنتخب لأنه ياخد صفة الانترناشنال يعني ننتقل حتى يمكن ننتقل يصبح ناقنا لعب منتخب وطني هذه تخدمه كلاعب حتى الانتقالات الجاية القادمة حتى مع ناديه يصبح لاعب هذا لاعب منتخب على غيرها أنه لاعب شفنا زياش نوش لإحتراف في تشيلسي لكن لما أبعد ومضرب منتخب هل يزدش ظل في قلبه أو في نفسه أنه يرجع منتخب ورجع المنتخب وأثبت نفسه يعني ظل منتخب في القلب يعني هي منفعة للثنين طيب الآن في هذه الغربة التي تحدث عنها هل الزواج يساعد اللاعب هل هذه الغربة تؤدي أحيانا إلى الزواج المبكر لأن الثاني يكون إسرائيل يصبح عنده يعني سكن على الأقل في البيت من يسكن إليه من يلتج إليه في أوقت الأزمات أكيد أكيد إحنا شفنا ولكن إحنا مشكلتنا عقليتنا العربية عاطفية الزواج يقولك هو آخر شيء لأن أقولك لماذا لأنك عندما تخرج تحترف أول شيء عندك عندك مسؤوليات تجاه أهلك تجاه والديك تجاه إخوانك فأنت لا تفكر في الزواج لأنه يخفف من غربتك أكيد 100% لأنه لو تشوف ده باللعبين الأوروبيين كل شيء متزوج كل شيء متزوج لكن إحنا العرب لا إحنا نفكر أكثر لكن هو يساعد هذا أقصد الاحتراف مما يساعد أو يبكر في الزواج لا يستاعد لإستقرار الزواج اللي يقول يوسف يقول أنه اللعب خاصة لما يطلع شاب أصلا العمر ما يخليكش تفكر في الزواج أول شيء ثاني شيء هم المحترفين الأوروبيين أو الأجانب صحيح تحصلهم متزوجين هما صغار لكن هو تفكير فردي يعني اللي يجيبوا أو المكسب دائما العائلة الصغيرة على غيرها اللعبين مثالنا أو العرب يعني التفكير جماعي العائلة الكبيرة بالوالدين والأخوة وكذلك لكن كاحتراف استقرار مهم جدا نعم وأول خطوة للاستقرار هو الزواج نعم أولا نفس ما قلت تسكن إليها تصبح السند الأول لك للدافع لتساعدك لتخفيف الغرب نعم طيب الآن لو نظرنا إلى التفاصيل يعني مثلا أنت محترف في أوروبا في أوروبا أول شيء الويك اند سبت و أحد اللي هو العطلة هناك سبت و الأحد فالتحضير بتم يوم الجمعة وما قبله أنت يوم الجمعة في بلادنا عادتنا أطلي وحتى إذا فيه مباريات نصلي الجمعة ومن بعد وهم العطلة يعني أنت هنا محكوم بأوقيتهم وعداتهم هذه أولا ثانيا أنت رمضان عيد عيد الفطر عيد الأضحى هما بالنسبة لهم هذا ما بيعرفوه هما بالنسبة لهم هذه أيام عادية في الغزنامة في الأجندة ولاحظنا مؤخرا أن بعض الأندية في أوروبا ويعطوا وقت لللاعب حتى يفطر أثناء المباراة بينما في أندية أخرى مثلا في فرنسا ينتقدوا ذلك وقالوا أنه لا أنا اللاعب الصايم ما ألاعبه أو ما يصد نوقف المباراة من أجل أنه يفطر أو إلى آخر ذلك كلمني عن هذا الجانب هو الأمور تختلفت أبو خالد لأنه أول شيء خاصة مع السوشيال ميديا أصبح أصبح بعض الاحترام أكثر لللاعب العربي خلنا نقول في أغلب الدوريات أغلب البلدان كما قلت هناك وقت ليعطاءه لللاعبين للفطور خاصة للأكل بعض الشيء إحنا لا ما كان هذا الأشياء ما كان يعرف رمضان ولا يعرفش المدرب أنك صايم ولا مش صايم ما يعرف أنك صايم ما يعرف طب هل يلاحظ أنك أنت مجهد أكثر أو أنك أنا مرة حصلت لي كان عندنا تقريبا في التمارين تخلي التمارين صف وعصر ما تشرب مي ما أشرب مي بس اللاعبين يعرفون أني أصوم فعملنا التمارين الصباح ثم بعدين العصر قبل المغرب وبعدين أغمي عليه في الملعب في المدرب ما كان يعرف أصبتك دوخة جاءتني دوخة فالشاباب اللاعبين تكلموا قالوا لي أنه بيصوم ما بيأكل ما بيشرب بعدين كانت ردد فعله شوية قاسية معاي قال المفروض ليش ما خبرتني نخبر قلت هذي دين وما عارفهم ولا حاجة قلت لما تطلع الشمس لازم نوقف الأكل إلين تغرب الشمس الحس حض كان شوية الجو يعني شوية بارد قال لي ليش ما تخبرني قال لي لازم مفروض لحين نحطك برنامج أنك مثلا التمرين واحد فقط ما تعمل تمرين هذا الرجل تفهم الموضوع لا تفهم الموضوع لكن هو أنا اللي صراحة ما تكلمناش ما خبر ولا أحد كما قلت للاعبين عشنا هذه الأشياء وعشنا بعض الصعوبات حتى بعض المباريات أصبح المدرب لما تكون مباريات ما يشرك لي بعض المباريات لأنه خليك على خط وكان جاني صريح أنه كان تفهم الوضع قال لي أن المباراة هذه تحتاج مجهود بدني وتحتاج أسياء المتايا مات لكن ما ضغط عليك أنك لازم تفتر لا لم يضغط لا رغم البعض يقول أنه والله إذا في سفر إذا المباراة تحتاج السفر فأنت ممكن عندك رخصة المسافر أنك تفتر أو أنه هذا عمل يقتضي كذا أو كذا يعني البعض يعطي فتاة كان كثير ما رأي كانت رفيه أنا أول أبو خالد أقول أنه تغيرت تغير الأحوال على قبل والحين خاصة الحين يعني من وقتي ومشي يعني الكثرة اللاعبين المسلمين في أوروبا بدوا يتعرفوا أكثر نعم بدوا يتعرفوا أكثر يعني الكثرة يمكن قبل تحصل لعب واحد مسلم أو اثنين أكثر شيء لكن الحين تحصل أربع خمس لعبين مسلمين يصومون في فريق واحد يعني من أول واحد يمكن أنه يغضل نظر عليها أو يسحب عليه لكن الحين أربع خمس لعبين يعني مؤثرين في الفريق صعب لازم يتعامل معهم بطريقة ويطلع لهم حساب ويشوف لهم مختص غذائي يعني الكثرة صار في اعتباب خربت كل خلاتهم يهتموا أكثر يهتموا أكثر خصوصاً في عرب في أفارقة في أتراك في أكثر نعم وكلهم أجانب مسلمين ولازم يتعايشون معهم لازم يدبرون أمورهم لكن نشوف أنا الأقلية من المدربين اللي ما يتفهمون لشي الأمر صراحة من الأول وخاصة يعني في الاحتراف اللي نقول بطولات كبيرة لا العكس يعني والحين نفس ما قال يوسف في السوشال ميديا الكل يتجنب بهالتصادم مع الأمر يعني لأنه الأمر الديني دائماً حساس جداً نعم في زمن ما تفضلت كثرة فيه المحترفون لكن لا يعني هذا أن الغربة ليست غربة ولا يعني أن الاحتراف ما هو صعب وأن تثبت نفسك في هذه البيئة ليس بالأمر السهل يعني إذا أخذنا مثال الآن ننظر من أبرز اللاعبين العرب المحترفين في أوروبا ممكن نقول حمد صلاح من مصر نقول رياض محرز من الجزائر نقول حكيم زياش من المغرب كريم يعني وضعه يختلف شوي كريم حتى يلعب المنتخب الفرنسي مثل زيندين زيدان هذه أصول ولكن مواليد أوروبا بالنسبة للآخرين ربما بعضهم ولد في الدول العربية وأحترف يعني واحد مثل صلاح مثلا صلاح يعني تنقل من سويسرم إلى إنجلترا إلى إيطاليا إلى عودة لإنجلترا صلاح يسجد في الملعب المسجي يقول هذا مع منتخب مصر في كأس أفريقيا أو في المنتخبات العربية في إفريقيا سهل منتخب الجزائر ما يسجد في كأس أفريقيا غير دم اللاعب يسجد في أوروبا يعني ردة الفعل هنا البعض لا يتقبلها البعض يتقبلها جمهور الهوربول بعضهم صار يغني أنا أريد أن أذهب معك إلى المسجد يا صلاح نجاح اللاعب يقوم بعمل دعاية يقوم بعمل جذب أو تقبل لهذه التقاليد أو العادات أو الدين حتى بالنسبة لللاعبين ما ترفين العرب وبالفعل هو دائما اللاعب خصا عندما يكون لاعب مثل صلاح هو دائما سفير للإسلام ليس فقط للعرب ولا من خلال أول شيء كما قلت عندما يسجل الأهداف وطريقة احتفاله مع السجود مع الشكر الله كل هذا الشيء بالعكس تعطي للمشاهد أو للجمهور تعطيه معرفة على ما هو الإسلام ما هو كي وما هو الدين و يعني كيف الإنسان لازم يتعامل وكيف خاصه يكون منضبط أو واش الانضباط بالضبط هذه نقل مهم الانضباط يعني حتى سلوك اللاعب أخلاق اللاعب في الملعب بعض اللاعبين تجدوا معنيفين بذيئين في التصريحات في التعامل مع المنافس مع الزميل يعني حتى خارج الملعب خارج الملعب أهم شيء خارج الملعب لأنه وقصص وسهر واشياء مباراة كلهم سهر باللعب العربي واللعب المسلم هذا الأشياء يتجنبها أكثر لا يذهب وبالتالي هي بالعكس تعطي تعطي صورة جيدة للإنسان المسلم والإنسان المتدين يعني كل هذه الأشياء بالعكس أنا سنشوفها تصرف مصلحة الإسلام نعم أتمنى إن شاء الله أن تكتر من هذه الأشياء خصوصا اللاعبين العرب لأنهم هما صفراء للدينة وليسلامنا إذن أمر أصبحت أسهل أسهل أكيد لكن أنا في الموضوع هذا أقول اللعب حد ذاته سفير البلد أولا ثانيا لدينه والمسلم يعني حد ذاته المسلم ودعية دعية بأخلاقه قبل ما يتكون قبل ما يتكون يعني بالدعوة يعني تظهر أخلاق المسلم الحقيقية تظهر هاي الصفات الحميدة اللي في المسلم يعني وهذه تجلب بالناس نعم تخلي الناس يحبون الناس في الإسلام وفي أي ديانة اللي كانت دينك نعم نعم بالضبط نريد أن نتهم إننا متعصبين لدينا لكن أيضا حتى الإخوة المسيحيين يعني مثلا في فترة الكريسماس ورأس السنة يعانوا حتى المحليين ليس المختلفين فقط في إنجلترا ما عندهم لاعيد ولا عطلة ولا يعطوهم يوم يمكن يتغدوا مع العائلة وبقى يلعبوا كان بعض اللاعبين اللي ما يشوفوا أسارهم تقريبا أسبوع أسبوعين مع كاتت المباراة الحالية كل يوم يتلسلسل بالذات تترت البوكسينج دي هذا بعد الحياة أسبوع ما تشوف أولادك حتى عشر تأيام وهذا حتى يتضحية من اللاعبين المختلفين على كل حال يعني هذا ما حاولنا أن نسلط عليها الضوء اليوم الجانب الاحترافي الجانب في صعوبته في معاناته في الثمن الذي يدفع لأن الاحتراف ليس كله عسلا ليس كله مالا فقط ليس كله فرحا فقط لابد من ثمن تدفع ومقابل ذلك يكون على حساب عصابك يكون على حساب معاناتك يكون على حساب حياتك الخاصة ولابد أن تضحي لكي تنجح كلاعب في الختام أقول شكرا لكم كابتن يوسف شيبو كابتن رفيق حليش والشكر الموصول لكم متابعين كرام إلى اللقاء